صلاة الجمعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رزال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره فينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركها أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة أي أحمد وحاب السنن الأربعة من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه تلك أدلة تدل على أن صلاة الجمعة واجبة على كل قادر عليها وليس السنة والله أعلم